ياريتنا ما نعملش جدران بأيدينا تفصل ما بيننا وبين الله الخطيئة هي اللي بتحجب وقع الله عنه الخطيئة اللي بتعمل في عازي ما بيننا والله الخطيئة اللي قلتلكوا قبل كده هي تكسير الوصية لكن أنا لم أجاهد هي إيه الصعوبة في أني أنا أسيب الخطيئة؟ الصعوبة أن أنا أعايزها الصعوبة أن عندي رغبة للخطيئة حصل فيه تانية ما بتقول كده الخطيئة مغرية تجذب الإنسان تقعده بالعطية وأخذتها الأحزان الخطيئة مغرية أه؟ ما لو ما كانتش الشجرة اللي كان لها ابونا أدو من حوة مغرية ما كانش أكلوها يقول كده في الحتة دي وجدت الشجرة شهية للنظر وبهجة العيو وجدت الشجرة شوف كلام كلام ربنا في كتاب مؤدس شهية للنظر وبهجة العيو يعني يقف واحد كده يتقابلوا بيت جميلة جدا شهية للنظر وبهجة العيو يشتهيها حتى لو ما جاش يميتها من نظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه خطيئة جدها وجدت شهية للنظر وبهجة العيو ما لقع بقية عشان كده ما نعملش خطاة بأيدينا عشان كده هبدأ قولنا بيعالج الحتة ديت النظر دي قال له يا رب طلب قال له اردد عينية لألا تعين الأباطيل الأباطيل دي والجمال والحاجات دي آه باطيل الحسن غش الكتاب يقول كده الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح الله على الكلام كلام ربنا ده مشبع معلم يا حباي هو زواقف وراء حقيقتنا يتطلع من الكوة يبص علينا من الكوة شكرا